بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الثالث الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معاكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل نفس موضوع الحصة السابقة وهو عندما أكبر أريد أن أكون رقم خمسة عندما أكبر أريد أن أكون إذن سنتكلم عن مهنة من المهن المختلفة لكن في البداية سأبدأ بالتذكير بأداب الدراسة عن بعد أو القوانين التي لا بد أن نتبعها أثناء الحصة إحضار أدوات الرسم التي سأحتاج لها أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي صورة صحيحة أو جلسة صحيحة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم المعلمة بالشرح أكون مركز مع المعلمة حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة إذن أتبع التعليمات أيضا بالتسلسل وقلنا المقصود بالتسلسل بمعنى الترتيب أني أبدأ الخطوة الأولى إذا انتهيت منها أنتقل للخطوة الثانية انتهيت منها أنتقل للخطوة الثالثة وأتبع الخطوات مع المعلمة يعني لا أسبق المعلمة ولا أني أتأخر عن المعلمة لازم نمشي خطوة خطوة مع المعلمة بالتسلسل أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي لماذا؟ حتى يقوم بمساعدتي عند الحاجة لو احتاجت مساعدة سواء في الأدوات الحادة مثل المقاص الأدوات الحارة مثل الصمغ الكهربائي إذن أحتاج مساعدة من هم أكبر مني سنا سواء كانت الأم الأب الأخ الأخت أهم شيء أحد كبير يساعدك أثناء الحصة وفي الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي من الرسم أو التلوين سأقوم بتنظيف مكاني ورمي المخلفات في سلة المهملات طيب في الدرس السابق أخذنا مهنة المعلم الذي يقوم بتدريسي أين؟ أين يقوم المعلم بتدريسي؟ هل يقوم بتدريسي داخل المستشفى؟ أم أحسنتم في المدرسة يقوم بتدريسي في غرفة الصف داخل المدرسة؟ إذن تعتبر مهنة المعلم أو المعلمة من المهن الأديدة التي تعرفنا عليها في الحصة السابقة إذن هذه أول مهنة تعرفنا عليها وهي مهنة المعلم أو المعلمة وتعرفنا أيضا على الأدوات التي يحتاج لها المعلم في غرفة الصف وقلنا أنه يحتاج لي الصبورة أقلام صبورة الكتاب الدراسي سواء كان يدرسني رياضيات أو لغة عربية أو تربية فنية إذن يحتاج الكتاب الدراسي ويحتاج أيضا للطلاب أو الطالبات ليتم الشرح لهم طيب اليوم بنتعلم عن مهنة جديدة وهي مهنة الشرطي مهنة الشرطي كلنا المردد خلف المعلمة شرطي شرطي مهنة الشرطي من المهن التي يحتاج لها كل بلد إذن كل بلد يوجد فيها رجل شرطة لأنهم يحتاجونهم لماذا؟ حتى يعم فيها الأمن والأمان والاستقرار يعني ما يكون فيه مخالفة للقوانين أو سرقة أو جرائم إذن رجل الشرطة هو من يقوم بحمايتنا داخل بلدنا إذن رجل الشرطة مهنة من المهن أخذنا المعلم اليوم سنتعرف على مهنة الشرطي وما هي مهام هذا الشرطي وما هي الأدوات التي يستخدمها الشرطي طيب أن يستطيع الطالب أن يتعرف على بعض المهن وحددنا بين قصين مهنة الشرطي اليوم سنتعرف عليها أكثر إذن الأهداف التدريسية أن يعدد الطالب والطالبة بعض مهام رجال الشرطة ثم يسمي الطالب والطالبة بعض أدوات رجال الشرطة التي يحتاج لها في مهنته ثم يطبق الطالب والطالبة نشاط فني يرمز لإشارة المرور إذن هذه الثلاث أهداف التي سنحققها بإذن الله في حصة اليوم خلونا نبدأ الآن بهذه الصورة مهنتي شرطي وهذه أدواتي إذن هذه الأدوات التي يحتاجها رجل الشرطة في مهنته ما هي؟ سيارة شرطة سيارة شرطة نكرر خلف المعلمة سيارة شرطة أصفاد أو كلبشات أصفاد أو كلبشات أيضا يحتاج إلى جهاز لاسلكي ليتواصل مع مركز الشرطة الرئيسي جهاز لاسلكي وأيضا يحتاج إلى مسدس إذن هذه أهم الأدوات التي يحتاج لها رجال الشرطة سيارة شرطة تختلف عن السيارات العادية إذن سيارة الشرطة تختلف عن السيارات الأخرى التي نشاهدها في الشارع سيارة شرطة كلبشات أو أصفاد كلبشات أو أصفاد جهاز لاسلكي حتى يتواصل رجال الشرطة مع المركز الرئيسي للشرطة وأيضا المسدس إذن هذه بعض أدوات رجال الشرطة طيب نشوف الآن أنا شرطي وهذه بعض مهامي في العمل إذن نبدأ الآن في المهام أخذنا الأدوات خلصنا نبدأ في المهام وش مهام الشرطي؟ يعني ماذا يعمل الشرطي؟ هل هو يقوم بتدريسي داخل غرفة الصف؟ لا هل هو يعمل داخل المستشفى؟ لا إنما يقبض على المجرمين ومن يخالف القانون يعني ليسرق يمسك الشرطي إذن هو مخالف للقانون للحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة إذن هذه أول مهمة من مهام الشرطي القبض على المجرمين ومن يخالف القانون للحفاظ على أرواح الناس والممتلكات العامة نشوف أيضا مهنة أخرى من مهام رجال الشرطة تنظيم حركة المرور في الشوارع تنظيم حركة المرور في الشوارع نلاحظ الآن لما نطلع مثلا الصباح للمدرسة أو لسوق أو نطلع أهم شيء للشارع نشوف غالبا عند إشارات المرور تقف سيارة الشرطة لتنظيم حركة مرور السيارات إذن هذه مهمة من مهام الشرطي التي يقوم بها رجال الشرطة إذن أول مهمة القبض على المجرمين ومن يخالف القانون ثاني مهمة تنظيم حركة المرور في الشوارع نشوف الآن نشاط صلع إشارة المرور هذه إشارة المرور بالأسود والأبيض رح نتعرف على الألوان التي تستخدم في إشارة المرور طبعا في إشارة قف استعد انطلق الإشارة اللي باللون الأحمر تعني قف تتوقف السيارات عن السير عندما تكون إشارة المرور باللون الأحمر عندما تكون باللون الأصفر تبدأ السيارات بالاستعداد للتوقف أنه خلاص الحين رح تشتغل إشارة المرور باللون الأحمر لازم تنتبه وتخفف سرعتك حتى تتوقف عند الإشارة انطلق اللي هي باللون الأخضر إذن ثلاثة ألوان رئيسية في إشارة المرور الأحمر معناه توقف الأصفر معناه استعداد الأخضر معناه انطلاق إذن هذه دلالات إشارة المرور مرة أخرى أحمر معناه قف أصفر استعد للتوقف أخضر انطلق وابدأ سير السيارة إذن هذه دلالات إشارة المرور طيب اليوم النار رح نساعد الشرطي بصل إشارة مرور رح نستخدم أدوات منها قالب دائري قلم مقص صمغ أوراق ملونة مستطيل أسود وخافض لسان إذن هذه الأدوات اللي بحتاج لها أنا عملت مسبقا نموذج لإشارة المرور قبل الحصة لعرض النموذج لكم الذي سنقوم بتطبيقه اليوم لاحظوا الألوان أحمر أصفر أخضر أحمر للتوقف أصفر لاستعداد وأخضر للإنطلاق رح نعمل نفس هذا النموذج لإشارة المرور عديت الأدوات اللي نحتاج لها اللي هي الصمغ قلم خافض لسان قالب دائري مقص مستطيل أسود وأوراق ملونة بالثلاثة ألوان حقة الإشارة اللي هي الأصفر والأحمر والأخضر طيب خلونا الآن نبدأ التطبيق العملي رح أحضر الألوان الثلاثة للأوراق الألوان الثلاثة أحمر وأصفر وأخضر حطهم تحت بعض أحضر القالب الدائري وأبدأ أرسم دائرة على ثلاثة أوراق ثم أحضر المقص وأبدأ بالقص حول الخط الذي قمت برسمه لتكوين شكل الدائرة إذن كونت الحين ثلاثة دوائر لإشارة المرور أحضر المستطيل الأسود أبدأ بلسق إشارات المرور الثلاثة أخضر أحمر معناه توقف والأصفر معناه الاستعداد بدأت تظهر معالم إشارة المرور ثم نحضر خافض اللسان أو عود الخشب أضع الصمق في الأعلى ثم أقلب الورقة لتثبيت خافض اللسان من الخلف أبدأ بالضغط على الورقة حتى يثبت الآن ظهرت لي إشارة المرور نفس النموذج الذي عملته سابقا قبل الحصة إذن تعرفنا اليوم على إشارة المرور لكن قبل أن نهي الدرس يمكن تعميم مهارة القص و اللسق لتقوية أضلات اليدين والأصابع من خلال نشاط التلوين داخل حدود الصورة لصور المهن المختلفة لأن نشاط التلوين داخل حدود الصورة يساعد على تقوية أضلات اليدين والأصابع وأيضاً بإمكانك أن تستخدم قص أدوات المهنة ولسقها عند صورة المهنة المناسبة مثلاً تحضر أدوات رجال الشرطة وتطلب من الطالب أن يقوم بقص الأدوات المناسبة للرجل الشرطة ويلصقها عند صورة الشرطة. هذا هو درسنا اليوم. أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات. بإذن الله أراكم بالحصة القادمة. كانت معكم المعلمة. أمل التمامي. مع السلامة.